اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله إن الله عز وجل أرسل نبيه وجعله خاتم الأنبياء وخاتم النبيين وإن الله عز وجل أخذ على كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه قال آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فجعل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسالات السماوية ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأن كل نبي أخذ الله تعالى عليه العهد إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه وأتباعه يجب عليهم كذلك أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إسلام كرامة وإسلام عز وإسلام رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الرحمة ودين العذر ودين المساوات ودين العزة لا دين الخضوع والخنوع والذل إن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين المحاورة لكن المحاورة بالتي هي أحسن والمحاججة بالتي هي أحسن ليس أن يكون الطرف الآخر هو الذي يملي والطرف الآخر يستمع فقط ليس هذا بمعنى بمفهوم الحوار في الإسلام أبدا بل مفهوم الحوار هو أن يتكنم كل طرف وأن يتحاور الناس فيما بينهم بالحجج الواضحة والبينات والبراهين لا أن يكون شعاراً يقال من غير أن يعمل به فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاجج الكفار وضرب لهم الأمثال وتلا عليهم القرآن وبين لهم كل شيء لكن كلها بالتي هي أحسن وأمرنا الله عز وجل أن نجادل أهل الكتاب خاصة بالتي هي أحسن لكن إذا كان في جدالهم دعوة للإسلام وليس فيها تضيع الإسلام وقتل المسلمين وهلاكهم وإنما هي المجادلة بالتي هي أحسن ولذلك ليس الإسلام دين الحرب كما يسعم بعض الناس وليس الإسلام دين التميع والذل والخنوع وإنما الإسلام وسطاً بين ذلك دين الإسلام ودين الرحمة ودين المحبة ودين المساوات لكن ليس دين الخنوع والذل فلذلك الله عز وجل أمر نبيه بأن يحاور أهل الكتاب لكن أن يحاورهم للإيمان بالله عز وجل ولي أن يكونوا على كلمة سواء وهي أن يعبدوا الله ويوحدوه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا هو الذي ينبضي أن يكون هو شعار المسلم وأن تكون حياته هكذا ولذلك سبب الهوان الذي أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم سببه هو الخنوع والذل لأعداء الله والخضوع لأعداء الله والخوف من أعداء الله والتمكين لأعداء الله في خيرات المسلمين ويتحكمون في كل أمور المسلمين فهذا مما سبب لنا الوهن وليالك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أسباب الوهن الذي يصيب هذه الأمة إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ولم تأمروا بالمعروف سلط الله عليكم عدواً لا يكشبه عنكم إلا أن تؤمنوا بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلذلك المؤمن ينبضي أن يعتز بإيمانه وأن لا يخضع لغير الله وأن لا تأخذه في الله لومة لائم وأن يقول كلمة الحق وأن يموت في سبيلها وأن يتيقن أن هذا الجهاد هو جزء من الإسلام وهو من الدين وليس خارجاً عن الدين أبداً كما يريد أعداء الله أن يجعلوا أن الإسلام هو دين مسجدي فقط لا شؤون له في حياة الناس ولا كلام له مع الناس وأهله ينبضي أن يكونوا تحت سيطرة الغرب وتحت هيمنة الغرب وأن يركعوا للغرب وأن يمدوا الغرب بالأموال وخيرات المسلمين وأن يكون السلام من طرف واحد فليس هذا من الدين بشيء ينبضي أن نعلم أن الإسلام هو الدين العزيز وهو الدين الذي ختم هذه الديانات وينبضي أن تكون له العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لا ينبضي أن نخضع لأعداء الله وأن نعتبر هذا سلماً ومسالمةً وأن الإسلام دعا إلى السلم نعم الإسلام دعا إلى السلم لكن حين يكون السلم في مقابل السلم لا أن يكون المسلمون يقتلون ويشردون ويهجرون من بيونتهم ويسجنون ويقاتلون ومع ذلك ندعو للسلام وكأن السلام يعني جزءاً من البشر دون غيرهم فهذا مما حرمه الإسلام وحرم الله عز وجل علينا أن نوالي أعداء الله على حساب المسلمين ولا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فأخذ الله عز وجل علينا أن ننصر المؤمنين وأن ندعو لهم وأن نقف معهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يخذل مسلماً في موضع ينتهك فيه من عرضه أو ينتقص فيه منه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته فيه وما من مسلم ينصر امرأ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه أو ينتهك إلا نصره الله في موضع يحب نصرته فينبضي أن نعلم أن الإسلام هو دين السلام وهو دين الرحمة ودين العزة لكنه ليس ديناً يرضى بأن يقتل أصحابه ولا يتكلم وأن يشرد أصحابه ولا يتكلم وأن تكون المهادنة مع أعداء الله والعلاقات مع أعداء الله على حساب قتل المسلمين كيف يكون العالم ينعم بالسلام والمسلمون يشردون في سوريا وفي ليبيا والمسجد الأقصى أسير تحت اليهود ومع ذلك نزعم أن العالم يعيش بسلام وندعو للسلام أين السلام العالمي؟ وبعض العالم يقتل ويشرد لا يكون هذا سلاماً أبداً فينبضي أن ننتبه لهذا وأن نعلم أن أعداء الله عز وجل يريدون أن يسيطروا على المسلمين لأنهم يدركون في كنه أمرهم وفي حقائق أنفسهم أنهم لا يمكنهم أن يسيطروا على المسلمين إلا إذا جاءوا بمعنى عام يلبسونه دلائل الإسلام الإجمالية ويجعلونه من الدين وهو ليس من الدين في شيء نعم الدين يدعو إلى السلام كما قلنا سابقاً لكن ليس معنى السلام أن نرضى بالذل وانهوان وأن نقبل بأن يقتل أخواننا وأن نقول بعد ذلك بأننا ندعو إلى التعايش السلمي وأن الإسلام دعا إلى السلام ليس هذا هو السلام الذي يريده الإسلام أبداً وإنما السلام الذي يريده الإسلام هو أن ينعم الناس بالحرية والعدالة أن يعيش الناس كلهم في اطمئنان مؤمنهم وكافرهم وأن يكون للمؤمن حقاً في كل مجتمع وللكافر حق المواطنة على حساب شرع الله عز وجل ليس أن ينعم أعداء الله بهذه الدنيا ويتمتعوا فيها بالسلام ولا ينعم المسلمون بالسلام أبداً فينبض أن ننتبه لهذا النوع من الغزو الذي يغزون به أعداء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه ليذلك والقادر عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الله عز وجل بيّن معالم هذا الدين ووضّحه وبيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ثم إن الله عز وجل تكفّل بحفظ هذا الدين وذلك بحفظ مصادره وهي الكتاب والسنة حتى وصل إلينا كما أنزله الله عز وجل ولذلك ينبغي أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل في كل موقف وأن لا نسمع لكلام الناس عامةً وأن نعرض أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعلم أن المعصومة هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير ولذلك ينبغي في الحياتنا التي نعيش بها الآن أن نفهم الواقع الذي نعيش به وأن نعلم أن الواقع الذي نعيش به هو صراعٌ بين الحق والباطل لا غير هو تدافعٌ بين الناس لأن هذا من سنة الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ثم علينا أن ندرك أن ديننا هو دين الرحمة ودين العزة وأنه هو خاتم الأديان وأن ما يوجد من الأديان الآن ليس بدين وأن ما يسمى بدين الإبراهيمية ليس بدين لأن إبراهيم هو من المؤمنين وأخذ الله عز وجل عليه بأن إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فإبراهيم دينه هو دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم فما يؤذف له الآن من التعايش الديني وأن الأديان كلها من الله عز وجل وأنها كلها مقبولةٌ هذا غير صحيحٍ أبدا لأنه ليس فيه دينٌ يُقبل الآن غير الإسلام غير دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم فينبضي أن ننتبه لذلك وأن نعلم أن الديانة الإبراهيمية هذا أمرٌ باطلٌ لا ينبضي المسلم أن يستمع له ثم كذلك علينا أن نُدرك أن الإسلام يدعو للتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع أبيضهم وأسودهم كافرهم ومسلمهم لكن بحسب دين الله عز وجل وبحسب تحكيم شرع الله وأن نقبل السلام ممن سالمنا وأن لا نقبل السلام ممن يقتلنا ويدمرنا ولذلك الله عز وجل أوجب على المؤمنين أن يقبلوا السلام من غيرهم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً فينبغي أن نُدرك أن الإسلام يجمع الناس جميعاً وأن الناس كلهم يستطيعون أن يعيشون به بسلام وباطمئنان وبأمن وبعيشة في هذه الدنيا لكن أن يرضى المسلمون بأن يكون السلام لجانب واحد على حساب الجانب الآخر فهذا لا يقبله الإسلام فينبغي أن ننتبه لهذا وأن نفهم معنى السلم في الإسلام ومعنى السلم في الإسلام والله عز وجل يأمرنا بالدخول في السلام جميعاً وأن ندخل في السلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وفي القراءة الأخرى ادخلوا في السلم كافة ويأمرنا بأن نسالم الناس لكن ليس على حساب إداية المسلمين وليس على حساب تطهيد المسلمين ولا تشريدهم وإنما هو على حساب أن يكون المسلم بعزة ويعبد الله عز وجل لا يضايقه أحد في دينه ولا بعبادته فحينئذ يكون هذا هو السلام ولذلك النبي السلام قال المسلم أن سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا هو المسلم حقا فينبضي أن نعود إلى كتاب الله عز وجل وأن نفهم معنى ديننا وأن لا يشوها علينا الأعداء صورة الدين فكثير من الأعداء الآن يروج أن الإسلام دين حرب وأن الإسلام ليس دينا يصلح للتعايش العالمي وأن الإسلام همه هو السيطرة على الناس وحكم الناس وهذا ليس على إطلاقه أبدا وليس بصحيح على الإطلاق لأن الإسلام يريد فقط للناس أن يعبدوا إلها واحدا ويريد للناس أن يعيشوا بعد ومساواة لا أن يطلع قويهم على ضعيفهم فيأكل القوي منهم الضعيف ويتناحر الناس فيما بينهم أو أن تستباح جماعة من الناس دون غيرهم هذا ليس لإسلام في شيء فينبغي أن ننتبه اليالي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن اللهم إنا نسألوك من الخير كله عاجله وآجله ما أعلمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما أعلمنا منه وما لا نعلم اللهم إنا نسألوك من الخشية ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيثنا واجعله والث منا واجعل ذأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلِّط علينا من لا يخافك لا يرحمنا ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيِّئاتنا وتوفَّنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلِك ولا تُخزِنا يوم القيامة إنك لا تُخلِفُ الميعاد ربنا ولا تُحمِّلنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفِر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصُرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصُرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألُك من الخير كله عاجله وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذُ بك من الشر كله عاجله وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيُّك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذُ بك من الشر ما استعادك منه نبيُّك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم نصر المسلمين أينما كانوا وحيذ ما كانوا اللهم وحِّد كلمتهم وألِّف بين قلوبهم وأصبح لا تبينهم اللهم آوي طريدهم وفك أسيرهم وأطعم جايعهم واكس عاريهم وتولى أمرهم برحمتك أرحم الراحمين عباد الله إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى بملائكته وذلذ بكم معاشر المؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في عالمين إنك حبيب المجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ورحمه